اشتركوا في القناة وفي طريق عودتها للبلاد رحلة الامل البحرية الكويتية تصل الى لندن بسم الله الرحمن الرحيم بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس توني تان جينج يام رئيس جمهورية سنغافور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار بعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس توني تان كينج يام رئيس جمهورية سنغافور الصديقة ضمنها خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة تواصل لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي استعداداتها المكثفة لرحلة احياء ذكرى الغوص السادسة والعشرين التي ستقام برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بين الرابع عشر والحادي والعشرين من أغسطس الجاري بمشاركة نحو مئتي شاب وعحد عشر سفينة غوص للتأكيد على أهمية إحياء التراث وإبراز صور الماضي وتخليد الذكرى الآباء والأجدادة يستعد نادي البحري الرياضي كعادته بشكل مبكر لرحلة الغوص من خلال المعسكر التدريبي لتأهيل النوخذة برنامجنا كالمؤتاد نبدي بالرياضة الليقة البدنية والسباحة بعدين عندنا ساعة ثانية لوجبة الأفطار نقدمها للأولاد مع راحة ربع ساعة بعد الربع ساعة هذه نبدي عاد في مؤسكرنا الفعلي في التدريبات سواء على الغوص التقليدي أجزاء السفينة المسميات الخطفة والجرار هذه كلها معلومات لازم الولد يكتسبها علشان يأديها في رحلتنا إن شاء الله للغوص وبعد الساعة هذه نبدي في الفن البحري نعلم الشاب على طريقة الفن البحري وشلون يشتغلون بالفن البحري هذا برنامجنا في كل يوم عندنا علشان مثل ما قلت لك نعلم الأولاد الأصول والتقاليد الموجودة عندنا رحلة الغوص أصبحت علامة متميزة تمثل أبرز الفعاليات الوطنية في مجال إحياء تراث البحري على المستويين المحلية والخليجية الله يرحمه الشيخ يابر هي بداها عساس إنها تعريف الشباب الماضي اللي هو عاصره الكويتين بالأول أبا والأجداد اللي هم اشتغلوا مهنة القوص وحب إنها الفكرة هذه إنه يكون الجيل يحفظ شيء من الماضي وفعلا نحن بدأنا فيها من تقريبا السنين كنا في 23 رحلة اللي هي كل سنة ناخذ مجموعة يعني ما تقل عن 200 أو 180 نفر وكل سنة نطلع من الشباب وتغيرهم وكلهم يعني ثابتين في مجموعة تكمل سنةها وتروف طبيعة يعني الرغبة وبعدين عندنا الشباب اللي هيونة يعني كلهم الحين برغبتهم يعني ما في واحد مجبور رحلة أحياء ذكرى الغوص السادسة والعشرون والتي ستقام خلال الأيام القادمة تؤكد اعتزاز وارتباط أبناء الجيل الحاضر والشباب بتراث الوطن مروام حرم تلفزيون دولة الكويت أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد عبدالعزيز الدويسان اليوم أن رحلة الأمل إلى دول العالم تعكس الإنجاز الحضاري للكويت معتبرا أنها مبادرة فريدة للتضامن مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة على شرف ممثلي الرحلة الذين وصلوا إلى لندن رحلة الأمل تصل إلى العاصمة البريطانية لندن في طريق عودتها لدولة الكويت بعد أن قطعت أكثر من عشرة ألاف ميل بحري وفد الرحلة قدم الشكر خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الكويت لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ولكل الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارات الدفاع والخارجية والإعلام والمواصلات والداخلية والصفارات الكويتية وكل الجهات الأخرى الداعمة للرحلة هذه الرحلة التي ضمت الأبطال الخمسة الموجودين على هذه الرحلة والقائمين عليها سواء في الكويت أو في الخارج لما كانوا في الأمم المتحدة هذا يأكس الدور الحضاري لمجتمعنا والدور الإنساني وهو بالدرجة الأولى كيف يستطيع الكويتيون أن ينموا هذه المهارات المختبئة وراء ذوي الإحتياجات الخاصة أنا سعيد كأمين سر لمجلس المناء رحلة الأمل ومديرها التنفيذي أنا أكون اليوم في المملكة المتحدة وفي سفارة دولة الكويت في لندن بضيافة سعد السفير خالد ويسان مساعد سكرتير عامل الأمم المتحدة ما أكد عليه أن أهمية الرحلة تأتي من أبعادها الإنسانية الأممية وقال أن رحلة الأمل نحن لا نعتبرها رحلة كويتية بل نعتبرها رحلة أممية وفد رحلة الأمل شدد خلال حفظ الاستقبال التي أقامه سفير دولة الكويت على أهمية الرسالة التي قدموها ودور الرحلة في إبراز دور دولة الكويت وكذلك مد برنامجها ليشمل إيران والعراق في طريق العودة كما قام وفد رحلة الأمل بلقاء كلمات تضمنت قصيدة شعرية في حب دولة الكويت وهداء السفير خالد الدويسان درع الرحلة ورسالتها بالعربية والإنجليزية من جانبه عبر السفير عن أمله أن يرى أبطال الرحلة يعملون في شتى المجالات كما كانوا خير صفراء لدولة الكويت وأن يعملوا في صفراء دولة الكويت بالخارج عزيز الصباح هي خير الصباح القوتة وتشاعتها يا السالم الخانمين يا الصباح الخارج تصويرون الكويت الحبيب كل المتاعب والصعاب والتوتر اللي واجهنا بالرحلة هذا كله متوقع ولكن بالمقابل احنا هذا التوتر والتعب يعانون منه 16 واحد بالقارب بما فيهما بناءنا الأثنين وحنا وليا الأمور وطاقهم البحارة والمصورين لكن بالمقابل هذا يعني دفاع عن آلام ومصاعب والتوتر يعانون من 20 إلى 30 ألف بالكويت على أقل تقدير رحلة الأمل برسالتها الإنسانية الكبيرة عكست الواتح الحضاري والإنساني لدولة الكويت ورغبتها في جمد جميع أبنائها في الحياة العامة جمال شاهين تلفزيون دولة الكويت لندن رحب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد لاتيب اليوم في مقر وفد دولة الكويت بمجموعة من طلبة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت في ختام زيارتهم للولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت عشرة أيام التقى مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد الاتيبي بمقر بعثة دولة الكويت بنيويورك مع وفد قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت في ختام زيارتهم للأمم المتحدة والتي تمت برعاية وزارة شؤون الشباب رحبنا اليوم في وفد طلبة من جامعة الكويت قسم العلوم السياسي زاروا الوفد ويعني الوفد الطلبة كان في زيارة إلى نيويورك وإلى واشنطن وجزء حقيقة من مهام الوفد هو استقبال الطلبة ولكن على غير العادة اليوم الطلبة كوتيين ولكن عادة نحن نستقبل الطلبة من جنسيات مختلفة من ولايات مختلفة ونكلمهم عن الكويت وعن دور الكويت وعلاقة الكويت في الأمم المتحدة ويعني القضايا الرئيسية اللي نتابعها سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أجهزة أخرى فكان حقيقة لقاء مفيد جدا مع الطلبة والوفد يعني ساعدهم في ترتيب لقاءات لهم مع أجهزة متخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة للنماء وكذلك المفوضية العليا لشؤون لاجئين وتم ترتيب زيارة للوفد الطلبة إلى داخل الأمم المتحدة وعملوا جولة وحضروا يعني كانت الاجتماعات أغلبها مغلقة لكن زيارتهم كانت مفيدة والحمد لله وقد استمع وفد قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت إلى شرح تفصيلي من مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سفير منصور عياد العتيبي حول السياسة الخارجية لدولة الكويت كذلك عن كيفية عمل الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وأيضا قام بالإجابة على أسئلة الطلبة والطالبات حول طبيعة عمل البعثة لدى الأمم المتحدة اللقاء طبعا احتوى على الترحيب المعتاد والمتوقع من البعثة احتوى أيضا على لقاء مفتوح بالشؤون السياسية الحالية وخصوص تلك التي تتعلق في عمل الأمم المتحدة والجلسات الخاصة في مجلس الأمن وما يناقش فيه حاليا الطلبة كان عندهم عدة تساؤلات وسعادة السفير حرص أنه يجيب على تساؤلاتهم ويوجههم إلى معرفة بعض الحقائق التي قد تكون ما يقدرون يصل إليها إلا عن طريق أحد متخصص وخصوصا في العمل مع أجهزة منظمة الأمم المتحدة لقاء جدا ممتاز تتبحثنا فيه في أمور عديدة في أمورنا المحلية وأمور رقليمية وأمور عالمية وكيف كان دور الممتحدة في كل القضايا وخصوصا قضية غزة كونها قضية حساسة بالنسبة لنا احنا كنا مع الوفد اليانيور كوديسي عشان نلقابل اليوان والمنظمات الدولية اليوم ساعدنا يعني بزارة سفير منصور للتيبي وأمس كنا مع سفيرنا الأساسي في بواشنطن هنا هذه البعثة وصراحة ما قصروا ويانا وكلهم مساعدونا وبالذات الملحق السياسي عندنا أهني فرح الغرب اللي وايد فادتنا وساعدتنا أنه سهلتنا الأمور وكانت هذه الرحلة ممتعة جدا ومستفدنا منها وايد وإن شاء الله بمرات لهاية زمناءنا يحصلون نفسها الفردة وكان وبد قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت قد قام بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن زاروا خلالها الكونغرس الأمريكي وتعرفوا على كيفية عمله كمرحلة مهمة في عملية اتخاذ القرار داخل الإدارة الأمريكية تنتهي رحلة وبد قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت للولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت لمدة عشرة أيام قاموا خلالها بزيارة للأمم المتحدة والتعرف على هيئتها ومنظمتها المختلفة وكذلك زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن من أمام بحثة دولة الكويت دائمة لدى الأمم المتحدة أسامة عبد العزيز نيويورك وعود إلى الكويت حيث تواصل الهيئة العامة لشؤون الزراعة وثروة السماكية تمامها بعمل التوازن في السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في البلاد من خلال دعم المنتجات الزراعية المحلية وللمساهمة في استقرار الأسعار أيضا وتعمل الهيئة كذلك على دعم المنتجين المحليين في مختلف المجالات سواء الانتاج الزراعي أو الحيواني من لحوم ومشتقات الألبان وغيرها تسعى جميع دول العالم إلى توفير مستلزمات شعوبها من المواد الغذائية بحيث تقوم تلك الدول ببذل ما في وسعها لتحقيق الأمن الغذائي إلا أن تحقيق ذلك تواجهه عدة صعوبات والتي أهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي يشكل نقصها في دولة ما خللا في أمنها الغذائي لذا تعمد الدول المتقدمة إلى دعم المنتجات المحلية لهذه السلع لدفع أسعارها نحو الهبوط لتصبح في متناول المستهلك والكويت واحدة من هذه الدول التي تتكبد تكاليف باهظة سنويا لتحقيق الأمن الغذائي ولمنع أسعار المواد الغذائية الرئيسية من الارتفاع لتبقى في متناول جميع المستهلكين دون استثناء الهيئة العامة للزراعة مرسوم إنشاءها نص صراحة على دعم الفئات المنتجة في القطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية بالإضافة إلى ما تضمنه المرسوم من زيادة الرقع الخضراء وإنشاء الحديق والزراعة التجميلية المختلفة طبعا هذا بشكل مختصر تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدعم منتجي بعض السلع الغذائية الضرورية كدعمها لمربي الأبقار المنتجة للحليب ودعمها للمزارعين والصيادين وغيرهم ممن تنطبق عليهم قوانين الهيئة هذا الدعم يكبد الدولة ملايين الدنانير كل موسم إلا أنها تحقق من خلال ذلك أقصى درجات الأمن الغذائي ما يجعل الكويت من أكثر الدول تقدما في مجال تحقيق الأمن الغذائي لسكانها طبعا إحنا دخلنا أنواع جديدة للدعم بالسابق كان دعم نباتي فقط على السلع التي تم إنتاجها في مزارع الكويت الحين حاليا صار عندنا دعم النخيل دعم الصقيع دعم العلف الأخضر في عندنا دعوم تشمل دعم الحليب دعم شركة المطاحن لتقدم الأعلاف للمربين الحيوانات دعم الدولة للمحاصيل لا يقف عند خفض أسعارها فحسب بل يتعدى ذلك إلى تثبيت أسعار بعض المحاصيل الزراعية كالشعير دعما منها لخطة خفض أسعار اللحوم قبيل حلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال خفض أسعار الشعير الذي يستخدم كعلف للماشية ليصبح إنتاج اللحوم أقل كلفة ما يساهم في خفض أسعارها البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى حمد سليمان حمد الفهيد عن عمر ينهز والرابعة والستين وسيوار جثما ثرى ساعة تاسعة من صباح غد بمقبرة صبحان انتقلت إلى رحمة الله تعالى لطيفة عبد الرحمن أحمد عبد الوهاب بفرسن أرملة مبارك ناصر أحمد المضاحكة عن عمر ينهز السابعة والسبعين وسيوار جثما ثرى ساعة تاسعة من صباح غد إن لله وإن إليه راجعون ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين طبتم وطابة القاتل النادي البحري الكويتي يستعد لحياء رحلة ذكرى الغوص السادسة والعشرين وفي طريق عودتها للبلاد رحلة الأمل البحرية الكويتية تصل إلى لندن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر